ومن مصر التير لأوروبا وآخر أيام فترة الانتقالات الصيفية انتقال كوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد لباريس سان جيمان في صفقة تبادلية كيلور نافاس هينتقل لباريس سان جيمان في نفس الوقت بينتقل أريولا حارس مرمى باريس سان جيمان لريال مدريد عشان يكون الحارس الثاني مع تيبو كوتوا إعارة لمدة سنة لم يتضمن العقد بند أحقية الشراء في نهاية الموسم الحالي لكنها صفقة كانت منتظرة من قبل جمهور بي اس جي لأنه نافاس طبعا حارس كبير وكان بعض من جمهور ريال مدريد بيطالب بأنه هو اللي يكون موجود أساسي لأنه الحقيقة كوتوا من وقت تعاقده مع ريال مدريد وهو مقدمش المستويات اللي كانت منتظرة منه خلينا نستنى ونشوف هل بي اس جي يعني يبقى سعيد بالصفقة لكن ريال مدريد يندم على تخليه عن نافاس ولا إيه اللي هيحصل لكن من ضمن كمان الصفقات المهمة رادمال فالكاول هداف الكولومبي الكبير انتقل للدوري التوركي عبر بوابة جارة سراي صفقة مهمة جدا لجارة سراي اللي بينافس محمد النيني انتقل لبشكتاش رادمال فالكاول الدوري التوركي على فكرة مليان نجوم مليان لعيبة كتير كويسة من اللعيبة الكبيرة اللي بتدعب في أوروبا لكنها أما المستوى بينزل شوية بتتجه للدوري التوركي كمان ميلان عمل صفقة مع انتراخت فرانكفورت انضم من ميلان لفرانكفورت أندري سيلفا واحد من المهاجمين اللي كانوا واعدين بالنسبة لجمهور إيسي ميلان في حين انتقل ريبيتش من فرانكفورت لإيسي ميلان كمان نادي روما ضم صفقات كتيرة في اليوم الأخير وأهمها وأبرزها صفقة هنريك مخيتاريان الأرميني واحد من نجوم أرسنل اللي كان أصلا موجود في منشاستر يونيتد لكنه تم انتقاره لأرسنل في صفقة تبادلية انتقل بموجبها أليكسي سانشاز ليونيتد ومخيتاريان لأرسنل لكن الاثنين انتهى بيهم الحال إن هم موجودين في الكلشو سانشاز مع انتر ميلان وطبعا مخيتاريان انتقل النهاردة لروما كمان رافينيا واحد من نجوم برشلونة انتقل على سبيل الإعارة لسالتا فيجو لمدة سنة وطبعا دي صفقات كلها انتهت في اللحظات الأخيرة وبيتقال بإنه خلاص انتهت كمان صفقة مورو إيكاردي المهاجم الأرجنتيني الكبير اللي نشط في الدوري الإيطالي لسنين طويلة مع انتر ميلان انتقل للعملاق الباريسي باريسان جمان على سبيل الإعارة لمدة سنة خلينا نشوف إيه اللي بيحصل والغربلة اللي بتحصل في أوروبا هتسفر عن إيه في دوري أبطال أوروبا والبطولات الدوريات عامة لكن في كل الأحوال أوروبا هي جنة الكورة أسبانيا، انجلترا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا كل الدوريات مليانة نجوم وكل الدوريات بتصدر لنا متعة كبيرة